اشتركوا في القناة نعمة اللي ترك لنا إيها الخمر والخبز اللي كانوا هني بجسد ودام يسوع المسيح. كرميل هيك اليوم رح نضلنا بهذه الأجواء ببداية لقائنا مع أستاذ مارون مني لك أول شي شكرا لحضورك معنا بنهار العيد جبناك من عائلتك المسيح قام مسيح قام مارون أهلا وسهلا فيك مجور بلانش مجور إلي حدودك هون بس ممنوع ممنوع بس مارون حدوده السماء بالشعر والكلام بأول بارت رح مرقله إياها بتاني بارت بدي شيل حدود بيني وبينك الحواجز عرفته ليه لأنه اليوم أستاذ مارون قال لي بد غزل في غزل في أجمل من الكلام وفكرك أنا لافتت على الهواء فكرك لافتت على الهواء أول شي إذا اتخنقته أنا بتوقع حضر منكم أول شي يعني الشاعر اللي فيك قدي تتحرك مشاعره بهالفترة من كل سنة قدي بتكون هي حافز إنك ترجم عواطفك مشاعرك أحسيسك خيباتك طلعاتك نزليتك وتحس إنه نعمة الله موجودة بحياتك وتختبرها شخصيا رح جايبك بس بشكل معاكس تفضل بمرة باليوم المرأة العالمي تعرف يصيروا نزلوا قصايد وغزل نزلت بوست أنا إنه بيوم المرأة العالمي ما عندي شيء اللي كي لأنه أنا كل يوم بقول كل اللي بدي حالو فالوقت أنا منه موسمة يعني لما واحد بيحب شخص مش موسمة بيحبه بكل لحظة بغيابه وبحضوره فإذا بدك الشعر وقال الله أنا 2-3 كنينة بكل وقت فما بتطلع بره شو عم بصير بس أنا عندي شيء حسه بدي أقوله بقوله أكيد الأزمنة والإشياء كذا تعطيك دافع لتكتب بس أنا مني رجل مناسبات يعني ما بكتب بمناسبات بكتب ب وقت اللي لازم اكتب عن الموضيع اللي بحبك تو عاملني يعني شوية أنا هيك بفكر بها الطريقة استاذ مارون في قصيدة خاصة للعيد صح لحن نبتد فيها لعيد القيامة وبعدين لحنروح ونتغزل بأبيات من شعرك اسمه أيامة شمس أيامة شمس نام العتم جفن القبر سكر نام العتم جفن القبر سكر كيف الشمس بتموت ما فكر ويوم الأحد لما خزق دفنه وشق الصبح إيل الصبح بكر مدر القبر نتفي فتح جفنه واو حلو حلو كتير يعني بتختصر خمسي هدي اللي ما بين قال بأربع خمس أبيات ما بين قال بمية على برأيه قدي بدأ جرأة كل شخص عنده هيك موهبة الشعر يمسك ألم ويحط ورقة بيضة قدامه نعم ويكتب عن يسوع المسيح إذا بقل لك ما بتصدق أنا لأهلأ ما اكتبت عن يسوع بتصدق فيه لبنان ويسوع شوية متهيئ بيكتب عنه يمكن بيجي الوقت لأكتب شي بلي يعني يجرب بتحس برهبة أو قيمة هالشخصية التاريخية اللي ما بتتكرر صح كاتب قصيدة وحدة عن يسوع شو عمل بس عن يسوع عن شخص يسوع عن لبنان بقطح بطلع بعمل أمسيات بدول عربية بس أنا آخر مرة طلعت عن مصر قلت كل لبنان بمصر يعني أنا عم بحكي عن مصر وعم بحكي باسم لبنان بس لبنان بحد ذاته متهيئ بشوية لحتى اكتب عنه لا بتخاف يلقاتوك على كلمة مطلس المعلومة شي شي شخصي يعني أنا بحس مرة أيلة يعني بحس بخلي في القصيدة خليفة يعني بحس أنه ما اكتمره التسعة تشهر لأحكي عن لبنان يعني أنا بكون عم عبّة لأي جواة اكتب شي وإذا أنا قريت أكون أي هذا لبنان استاذ مرون اليوم الشعر هو هاجس يعني اليوم أنت أطلقت على قناة يوتيوب خاص فيك مرغوب الشعر مطلوب بتخاف يضيع بالهوى يضيع على منبر ما يضل موثق من وين إجت هيدا الفكرة أول شي الشعر ما بيموت أنا بقول الشعر مثل الله ما بيموت لأنه من روح الله هو جمال الجمال ما بيموت يمكن بيقطع وقت بخفه اللي بيقامنه بأله بس ما بيهدده وجود الله لأنه هو الكائن فإذا كتر المحبين الشعر أو قال له مثل أي شيء بدنا قيمته هو فيه قول إذا أنا فيه وردة بكعب ويدي ما حدا عم بيشم بتضل تعطي عطر ولو شع صفور لو الهوى شم فالشعر هيك أنا ما بخاف على الشعر قدمة أنه بدي يوصل الشعر للعالم تكون مسيحة الفرح عنده الأكبر من مسيحة الحزن يعني الشعر كرمي للناس مش الناس يعني أنا بدي الشعر يكون لحتى العالم تفرح مش لحتى ينتشر الشعر بحد ذاته يعني الشعر هو من الله يوصل الله للكل فعملية أنا هادي على القناة اليوتيوب هي فيها بارت كتير تعليمة يعني للي بحب يتسقف يعرف من فيه شعره بلبنان بالعالم العربي بالفصحة بالمحكية بالميتو بالعيشين هادي القناة هو الشعر تحت اسمي مارون المحولي باللاتيني وبالحرف العربي هي قناة متخصصة بالشعر مش المتخصصة بمارون المحولي بحط فيها الأرشيف هالحلقة بكرة بتنزل بس حاطف فيها اللي بفوت أكتر من نصها ما خصل فيها يعني مش لإليه هو لشعره تانين وهن كيف أنا بوصل الشعر للعالم يعني عم بتساهم أنك توصل الكلمة وطبعا بتختار حسب أنت كمان زوءك بالشعر صح شيء يليق بالقناة التابعة لحضرتك حتى يعني تضعوا بتصرف يعني اللي بشوفه أنا هيدا رأي زيتي يمكن أنا بتختلف معي بالرؤية للجمالية الأصيدة بس أنا بختار ينبش على الشعر ويبرم على كتير قنوات حاطط له فيك تفوت شعره معاصرين أصدقاء من دول العالم من دول العربية بحط له القصائي جميلة بدون ما أعرفوا نواة حط له النصوص ويوفر على اللي عم يبحث أنه يبحث وإذا مش غلطان يمكن هي القناة الوحيد للشعر المتخصة بالشعر والتعلمية باللبنان طيب أنا عندي سؤال بالإذن بلانش هلأ في قدامنا قصيدة متحركة واليوم بالأبيض هو اللي رمز السلام ورمز الانتصار على الموت كيف فيك تغازل هذه القصيدة اللي هي بتجسدها بلانش بكل إمرأة بكل صبيعة بتشاهدنا اليوم ارتجال ها لا أرتجل الشعر ارتجل الزجل يعني بأعداد هيك طيب ارتجل الزجل هلأ فيه لا لأنه أنا مرة قلتلك أنه الشعر عندي أنا مقدس عنزاد مردروض يعني ما في يقول رح قل لك يعني بيت بيتين بتعرف أنه شاغل عليهم قول وقف الرسم وقف الرسم يتطلع عليك وفجأة صفا لو تعرف شو قال بيتدرسوا ألوان عينيك وفجأة وهيدي هاي هاي وعملي منشن رامي ايض منتحسن أنا بشتغل على الكلمة ما بخي هلأ وقت بتطلع معها قصيدة طويلة بوقت قليل بس أنا من اللي بيشتغلوا على قصيدة هتتقدم بأفضل شكل نحنا أنتو بسطلوا على الهواء إذا الشعرها زيها بتزبطوها صح هيدا مش معناتها أنه أنتو موسوسين هي عم تقدمي أجمل شكل لتحترم المطلق فأنا بحترم المستمع عن هيك أنا بتحيب بقول شعر مرتجل قد ما بدك بهيك أحدات خاصة وبقول شعر وبعمل بس اللي بدي يطلع للعالم صح وعن هيك أنا بيكتب كتير بس بنشر قليل كمير لأنه حتى الاشياء اللي بيكتبها بقول هيدا لا ما إجا وقتا أستاذ مرون حكي اليوم شوية عن الحدود نعم بالغزل في حدود للكلمة أو في حدود للفكرة بدي أقول لك شاغلي الشعر جريء بس ما فيك أنت بالجرأة تتخطي الزوء العام تتخطي الأدابة العامة تستعملي كلمة نفرة على الموسيقى يعني أكيد فيه ضوابط فيه الوزن الوزن هو الضابط يعني ما في شعر خارج الموسيقى فالموسيقى هي ضبط بس شو ضبط ضبط لا متناهي بس قل لك أنا حدود الفضاء يعني كأنه ما في حدود حدود الموسيقى شو حدودك الموسيقى أنا ممكن بجملتان موسيقية أصال عند الله فهيك حدود الشعر أكيد الشعر وأنا بتأسف أنه ما بعرض أبتأسف أو أنه أنا مش من هالرأة فيه ناس بتمزح كثير بالشعر بالشعر أو بتمرق كلمات أنا ما بحب تقطع أو بيستعملوا بيحكوا عن شو مكان بيحيل له وقت أنا مش نظرتي هيك للشعر نظرتي أنا للشعر أو بتقول أجمل ما يمكن ومش للعن والنقل الشعر مش للندب الشعر لتزيد الجمال مثل لوحة حلوة لو كان فيها ألوان سوداء وألوان معتمة بس بتعطيق أفاق كثير بعيدة المرأة الحزينة بتكون يمكن بعيد من هون بدفن وحزينة بس حلوة هيك القصيدة لازم تكون نعم يكون فيها جمالية ويكون فيها أمر ويكون فيها بعض حتى بأصعب الأوقات سيد مارون أعطينا أجزامبل لنعرف أكتر وأكتر الأشخاص الأشخاص اللي اليوم أول مرة عم بيتعرفوا عليك من خلال برنامج يوم جديد على الو تيفيات تانكيو لابلانش لصدافتك اليوم معنا وتكون هيك هدية حلوة من هار العيد جاع الوقت عم ياكل الأيام ضلك معي برك انتعب بينام وحده الوقت بيخطير الحبقة بيمحي الحبر عن طعجة الورقة ضلك معي هيك الوقت بيروح يقطب عتم مجروح من لمعة البرقة وحيات هالزرقة جن الوقت تتكبري وما بتكبري ضلك حلم وتكبري شوفي الشمس غابت بنقطة في وأكبر أمر برمي بكعب الماي قومي سهري شقايت جفني شوي بركي بشف الضو بتفوتي تقفي معي سكوتي ضلك معي ما بتكبري ويمكن ما بتموتي واو شو حلو واو شو حلو هيدا من أي كتاب؟ هيدا من درفتين ومدى هيدا من قديمة درفتين ومدى نعم أستاذ سؤال حضرتك محامة نعم لما بتكتب شعر بتكون محامة دفاع أو محامة ادعاء حلوة السؤال بدي أقول لك شغلة بس اكتب شعر بنسى أنا مين يعني بقول مارون عبود بعتقد مارون عبود لازم تتوسع بالثقافة ولازم تتبحر بكل شي بس لما تقعد تكتب قصيدة لازم تفرغ حالك من كل شي كأنك ما بتعرف شي تكتب حالك تكون أوريجينال تكون أصيل بس أنا بميل بالشعر أنه دافع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق المستضعف فشعر بيحمل قضية بمعنى إذا المرأة بتتعرض لنوع من أنواع الأذى الأجتماعي أو الثقافة أو الأم أو البي اللي بيطعب لما حدا بيسأل عنه أنا بذكره بشعري إذا بدك بهذا الطريق أنه أنا شعر حامل قضية بدافع عن الحق والخير والجمال بهذا الطريقة بكون عم دافع من الميز لأستاذ مارون من مين تستشف الغزل بقلك شاغلي سأله سعيد عقل عن شعر الغزل قاله أنا ولا بيت كاتبه بمرة بمعنى أنه هو بيكتب للجمال بحد ذاته هلأ وقت بيكتب بحده معين بس بشكل عام أنا بيكتب للجمال يعني كل مرة بتقرأ القصيد بتحس إنه إله مثل ما بجرب بيكتب بغير قصيد يعني أنا بس اكتب عن الأم طب كلنا منحب أماتنا كل واحد قال كلينتان لأمه صارو شعر لا القصيد اللي بحس بقول أنا ياريت أنا كتبه أو بحس أنا هاي عمقولة لأمه أنا بجرب اكتب بها الطريقة أنا خلي المطلقي يتبنى هالقصيد يقول أنا أنا كتبه أو ياريت أنا كتبه يعني مش كل الكتاب هو حياة شخصية مش كل الكتاب تصدره أو قصيدة شعر هي من تجربة شخصية لا مش بالضرورة أبدا فيه إشياء فيه هيك تجارب وأغلب الأصايد هيك أنه بلاقي حالة معينة بس مش تشخص معين عرفته يعني قصة الوقت مثلا هي بتنفع لألي ولأي حدا وبأي زمان عرفته هلو طيب الغزل الغزل نعم يلا يلا نحنا اليوم غزل وهلأ كل حدا يعني ما بيعرف شو بدي يعبر لحبيبته خدوا أفكار نعم سرقوا جمل وبتعرفي بس قرب عليك ودس الأمر عسطوح إيديك وجك صبيعك جسمك وطوله صف ضد ينايك ولمعة اللولو متل كأنه الرب استحلى يخلق بعد أحلى ما في أحلى وكل ما غفل ببو بعينيكي شو بحس إنه النوم عم يحلى وبتعرفي بس تبعدي عني متل كأنه نخصفة الجنة متل نجرح أوسل أدح بالجو نزل ندي تنشف من الضو وبس تبرمي وتجرب تروحي بشدك لحتى تلزقي بروحي بعلق على صدري سنسلت ضهرك بصلي بعوجي من خصل شعرك وبقعد لوحدك نشيت جروحي تعرف أنت ما عم تقولها من هيك قلتلك لما كنا قبل ما دخلنا على السيديو أوقات بتحس يعني بالشعر ما بدا موسيقى هي موسيقى تامنة وفيها يعني أنتو عم تحكي خيالي راح أخذني على شابه صبيه قاعدين هيك على مقعد ووراق هيك صفر عم بيغزلها بشعاراتها وهي هيك دايبة بين إيديه وعم بيعمل هيد الصور اللي حكيته بأصيدتك حلو كتير هذا اللي كدنا عم نحكي عنه أنه أول شي الموسيقى هي من جوهر الشعر من جوهر الشعر اللي بيميز الشعر عن غيره أحد أهم الأركان هو الموسيقى وفي ناس كنتعتبر أنه الشعر هو الموسيقى فكل ناس ما فيه موسيقى ما فيه وزن ما فيه إيقاع هو مش شعر أنا برأيه بالإضافة لعناصر تانية وإيه إذا ما جسدت لك القصيدة نقلتك من حالي لحالي إذا أنت ما سمعت ومبسطت فيها إذا ما هو دورة نسمع آخر قصيدة غزل غزل ونختم معك حبي بقول شي بالفصحة أنا يلا اسم مقام الحسن هوني عم حيكي أنه المرأة هي مثل إليها هلأ بتشوفوا كيف بس ما تطمعوا فينا كتير أستاذ مارون يعني ما تخليون يشوفوا خالونا علينا كتير لا أحيان الأصيدة لها الحالي ما تعطل هذا لأن كل ما تعطلهم كل ما بيقوا يا خي ما بنقدر نهديهم تمشي على بحر الغواء متمنعة شمس بدت بالأزرقين مرصعة غجرية العينين مذ أدمنتها أسترجع اللون الشقية لأسمعها ولها الشفاه نبية في مهدها وتودأت عند التقاء الأربعة كالكأس تعرق في السقيع صبابة يا خمرة من دون دن مترعة من ضلع آدم لا قوام حبيبة من ربها سحب القلوب وأضلعه وجه قبيل الروح كان وعندما خلق الإله جمالها كانت معها حلو بطير هذا الفصحة أول مرة أن الفصحة بس جميل وخفيف يعني ما أنه صعب مش ما انتقاء الكلمات ما أنه شيء رح مرأ أربعة بيت بعد بالفصحة يلا ان ترحلي صب الكؤوسة وهية فالموت أشهى مترعا وندية عيناك أمس رأيت ربي فيهما واليوم لم أرى في عيونك شيء خلي على صدر الرحيل وغادري سأعاني كل متروكة منك علي يا رعشة في خسرها سرقت يدي ويدي فكيف أعيش دون يديها حلو نيال اللي مغرومين صار عنكم مادة اسمي تعرفوا تستعملوها في علاقاتكم لتغازلوا بس دايما منكتب للمرأة مرأة يعني بننادر نشوف مرأة عم تتغزل برجل ما بيبدأ اللي نحنا الغزل فيه بس عم بقول انه فيه لا في كتير بالوسط فيه يعني هلا انت عم تسمع الشعر لو كانت قمثة كانت عم تحكي عن الرجل مين قالك استقبلت مرة شعر أنا شاريت حريم كأن هيك عم تفضي كل غضبة لا تعليق لا ما يفلط هلا مين مين ويجافع بس الشعر ما فيه يعطي إلا جميل لا طبعا يعني هي فيه شعرات نقيمات على الرجل يعني بتشوفهم بنصوصهم بس بتشوف شعرات لا حطين الرجل بمطرح مقدس كمين لا أكيد يعني تكون عنده هيدا المشياء بعدين أنا ما فيه المعاملة بالمثل أنا بعام المرأة بما تستحق حالو نيالهم النساء الموجودين بحياتك المرأة يا رجل يعني نحن يعني فيه نساء بالتاريخ وبالأساس يعني قدوة يعني ما فيه نبقى أحكي كتير يعني ما رح أتكبر عليكم بس أنه نستحق الغزل نستحق الغزل نعم طبعا تز شعر مرول محولي الصديق خلي نقول شكرا لأطلالتك معنا به نهار العين أنا بدألك شكرا لأن تعرفت لك شخصيا وهيك استمتعت غير أنك تحضر على الشاشة كمان إلى وقع بس لما بتكون هيك عم تحس بكل تفاصيل لغة الجسد عندك وبنبرد صوتك وبتعبيرك بتوصل هيك الكلمة أسرع وبتخرق من دون أي حاجز حتى بهكي بنص دقيقة كنا عم نحكي ديش الإلقاء بيلعب دور بالشعر يعني أنا لو هذا الإلقاء ما كنت عم بلقيه مظبوط بتروح قيمة القصيدة لو جيدة وإذا حدا إلقاءه جيد تقول والله عم بقول حلو بس تجي أنت بتقراهون بيكون ما فيهون شي تجمع بين الإلقاء والنص الجيد هذا شي مهم وهذا عن هيكي أنا عامل كمان يوتيوب هي صوت وصورة مش بس أنا شي عم تقرأ تتفعل معه وتسمعه كمان طيب عنا شي جاهز سريع قبل قبل خليني ودعك أنا وبلانش نقول لك شكرا المسيح قام وثانكيو حقا قام أنك عطيتنا من وقتك بنهار الفرصة ونقول للمشاهدين أنه بعد الفاصل بلانش وأنا على صفر واحد أربعمية واحدة وتسعين سبعمية وتلاتة تتصلوا فينا تنعيد بعضنا واليوم عنا جايزة من المنفى دعوة لعيلة مقلفة من ست أشخاص لتقضوا ليلي ونهار بالمنفى بجانب مرشرب العناية طبعا ختمة مع أستاذ مارون المحولة ومن بعدها نروح إلى فاصل بعد الفاصل ضغري حضروا اتصالاتكم أسمائكم أرقام بتلفونات عند رينا لنحطها كلها بالبوكال ونختار بنهاية الفقرة اسم رابح واحد من بين اللي رح يحكونا حتى تاخدوا هذه الجايزة وتطلعوا على المنفى وتتعرفوا على هالمكان الرائع تفضل ختمة مسك معك عالسين إمرأة بتقول بحبوا ما عندي وقت تقلوا بحبوا ما عندي وقت تقلوا ووقتي إلو كله شكرا نحن خلاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر